أينما كنتم طابت أوقاتكم هي حلقة جديدة من برنامج قضية ونقاش في هذا اليوم نسعد باستضافة السيد علي بن نواري وزير أسبق ومرشح سابق لرئاسيات 2014 أهلا بك سيدي الكريم أهلا وسهلا قبل أن نبدأ نقاش اليوم إن صح التعبير المشاهدين ومشاهدي تلفزيون النهار نقطة نظام السيد علي بن نواري المرشح سابق لرئاسيات السابع عشر أفريل 2014 يقول أنه تعرض لحملة إعلامية شرسة إبان الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع عشر أفريل 2014 هذه الحملة جاءت عاقبة تصريحات منسوبة له سواء في وسائل إعلام وطنية أو دولية وحتى بعض الرسائل التي وجهها لصناع القرار الدولي سواء في واشنطن أو بريكسل أو باريس وغيرها من العواصم والتي كانت تتعلق بسيرورة العملية الانتخابية بالجزائر سيد علي بن نواري مرحبا بك مرة أخرى في بلاتو قناة النهار شكرا على دعوتكم بداية ربما قبل أن ندخل لتسجيل هذا العدد من برنامج قضية ونقاش كان لك جملة من التحفظات إذا ربما تغطيت قناة النهار للمشوارك السياسيين صحة تعبير قبل أن يستبعدك المجلس الدستوري لعدم جمع الدوقعات ماذا تقول؟ حول أي موضوع بالأخص؟ كنا نتحدث عن أنك عندك تحفظات إذا تغطيت قناة النهار ربما لموضوع الرسائل المتعلقة بضرورة ربما التدخل أو تحفظ على سيرورة العملية الانتخابية بالجزائر نعم هذا كما سبق لي وحتى في قناتكم في البداية منذ الرئاسيات كنت وضحت محتوى هذه الرسالات التي قلت عليها الحمد لله التي كانت مفتوحة نعم أنا الشي اللي طالبت وشي اللي طالبت من الدول العظيمة الدول الغرب بالأخص وبالأمم المتحدة أن لا تتدخل في شؤون الجزائر يعني عكس ما قيل عني وعن هذه الرسالات سيد علي بنواري لو نعود لتيك الفترة أنا أستحذر مكالمة هاتفية وتصريح أيضا لرئيس اللجنة الاستشارية لطرقية وحماية حقوق الإنسان كنا في قناة النهار قد أخذنا يعني تعليق من فاروق سونطيني حول تلك الرسائل هو قال يعني أنه في مثل هذه الحالات من يطالب بتدخل أجنبي عليه ربما بتهمة نحن لسنا بمحكمة أو نحاكم أشخاص نحن قناة يعني الرأي ورأي الآخر قناة أيضا المزداقية يعني لك أن توضح هذه الأمور بكل شفافية نعم هو شرف لفاروق سونطيني يطلب سماح يعني قال سوء تفاهم يعني يعبر ما عبرش مليح أو الصحفة ما نقلتش ما قالوا كما ينبغي هو طلب الاعتذار سيد فاروق سونطيني نعم نعم جميل يعني لا أنا ما عمري ولا قلت أنه سعلي بن واري طلب تدخل أجنبي لكن هذا مليح نوضحه لأنه تدخل أجنبي إمتى يصير يصير لما تكون حرب أهلي في أي بلد خاصة في البودان العربية يعني هذا الحروب منين جاية جاية من سوء التسيير ومن عدم اشتراك الشعب أو الشعوب في مصيرهم يعني لما تكون انتخابات تكون مزورة ولما تكون الانتخابات مزورة فالقوات أو الدول العظمى تعترف بسرعة بنتيجة الانتخابات وأنا قلت لا كفا كفا يعني علاش يعني غير البلدان العربية يعني هذا ما نستهلو ما نستهلو إلا الدكتاتوريا ويقولوا علينا حتى يضحكوا علينا ويقولوا ما مش نضجين يظهوا ما يستهلوش الديمقراطية ما وصلوش لدرجة وين يستقل يعني يقلبونا احنا يعني تحت الشعوب الأخرى في النضج وفي ال قلت لا قلت أنا كينا مسيلة واحدة بش ما تدخلوش في أمورنا خليونا نسيروا أمورنا كما نحبو احنا خليونا ننتخبوا الحكام اللي نحبوها اللي نحبوها تنتخب وإذا كانت الانتخابات مزورة فعليكم أن يا إما على الأقل ما تعترفوش بالحكام اللي تخرج تصدر من الانتخابات مزورة على خاطر لو كان ما تديروهاش وبالعكس دعموا الحكام اللي تزور الانتخابات وتقول أنا أصبحت رئيس على خاطر الشعب انتخب عليا وهو والانتخابات كانت مزورة فالشعب يغضب يغضب ويلقى روحه وحده يعني أمام الحكام النظام الدكتاتوري وأمام دول العظمة اللي تتعامل معها الجزائر وترحب بها إلى آخره فهذا اللي أدى الشعوب العربية بلدان العربية تدخل في حروب أهلية أنا في اعتقادي فقلت لهم إذن حل وحيد باش ما تدخلوش كفا ويساعد نعم هما يستنوا حتان اندلاع حرب يعني يكون انفجار في بلدنا ويدخلوا باش يدافوا على بريتكست يدخلوا باش لحماية الأقليات أو لحماية المواطنين تحقوا مثل مشاهدنا في العراق وفي سوريا سيد علي بن واري بتجربتك سياسية ونضجك أيضا السياسية تشوف أنه الجزائر في ذلك المنعرج يعني ألا وهو رئاسية 2014 كان هذا السيناريو هو الأقرب أكيد أكيد على أي أساس يعني بنيت هذه المواطنين تحذير الانتخابات تنظيم الانتخابات من طرف السلطة الحملة الانتخابية اللي قام بها رئيس بوتفريقة يعني هو ما كانش قادر على شارك في الحملة لأنه حالته الصحية معروفة وخمس وزراء منهم رئيس الحكومة اللي شاركوا في الحملة باسمه هو بوسائل دولة بوسائل إعلامية بوسائل الإدارية بالأموال انتعدولة هذه تحذير انتعى الانتخابات كان يعني اليوم سيالي بنواري رحمه أعام على انتخاب بوتفريقة لولاية رئاسية جديدة يعني ولا شيء حدث البعض كان يخوف وهذا يسمح لل أعطيتني الفرصة باش ننبه يعني في نقطة اللي هي مهمة انه المعارضة صبحت يعني معارضة عصالونات نعم علش معارضة عصالونات على خطر كل ما تحب تدير وقفة ولا تخرج يعني تشارك في مظاهرات يقولوا اه هذا خطر هذه هذا هذا يعني هذا خطورة بالنسبة للجزائر هذا المعارضة اللي راهي تحب يعني تحب تدير فوضى تحب الفوضى وتحبنا تحبنا نعيش وش عايشينها السوريين دول الرباء العربي سوري يعني مخوفينهم يعني صبحت خوف يعني خلوها تبقى مهمشة وتبقى في صالونات وهذا يعني ما يسمح لاشتل عم دورها هذا هوضع في المعارضة مع أن السلطة الذكية لهذه الدرجة إنها قدرت قدرت تنجح في وقت هذه المعارضة هذا هذا تقول إنه المعارضة أصبحت معارضة صالونات نعم ومعارضة صالونات وانتقادات فقط يعني الآن كما رانا نشاهدوها والشعب الجزائري يشاهدها ما خرجتش من الانتقادات حتى ولو في الصواب وهذا ما يكفيش لأن العمل نشاط سياسي ما وش مسموح لها النشاط السياسي ما وش مسموح يعني وكيفاش تحب نجد حلول وكيفاش تحب إذا ما ما سمحت للأحزاب اللي هي وسائل النشاط السياسي واللي هي مذكرة في الدستور يعني هذا ينص عليها الدستور يعني النشاط السياسي لابد يكون مثل ما تكون السلطة الحاكمة تكون معارضة ناشطة إذا ما سمحتش المعارضة باش تنشط معنتها يعني اللعاب حميدة ورشام حميدة يعني وفي غدة أحزاب أو جمعيات موش غير الأحزاب السياسية ما يسمح لهاش حتى باش تحط الميلة في امتاح يعني المعارضة خلوها في شوكة ما خلوهاش تلعب دورها نعم سنعود بالتفصيل للوضع السياسي الرهن سيد علي بن نواري لكن قبل ذلك الرأي العام الجزائري يتساءل أين هو علي بن نواري الآن بعد ما شفنا درتي حملة انتخابية ماراتونية لجمع التوقيعات المجلس الدستوري رفض ملف ترشحك لرئاسيات 17 أفريل 2014 تحت مبرر عدم جمع النصاب القانوني من التوقيعات بعد اسمعنا باللي علي بن نواري بصدد تكوين حزب سياسي علي بن نواري الآن ربما هو متنقل بين الجزائر وسويسرا يعني أين هو علي بن نواري علي بن نواري هو في النشاط السياسي الدائم المستمر هذا 12 شهر اللي فاتت استغلتها لتأسيس حزب نعم يعني كانت عندي الآن صبحت عندي عندي ممثلين في كل ولاية تقريب في كل ولاية هيكلة 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 موجودة وهذا يعني ستطلب جهودات كبيرة ترقلات الولاية وغير وكذلك ما كنتش غايب على الساحة الإعلامية كانت لك مساهمات في عدد من العناوين وكذا في الجرائد وفي القناة الوضعية إلى آخره وكذلك في الإنترنت والفيسبوك نعم صفحة علي بنواري ناشطة على موقع تواصل اجتماعي خاصة فيسبوك نعم نعم يعني حسب الإمكانيات اللي عندي لكن إذا كان إذا حصلنا على الاعتماد فبلا شك نكون يعني نكون أنشط ونكون حاضر يعني هاي صفحة علي بنواري على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك يعني من أنشط الصفحات السياسية الجزائرية وهذه العريضة اللي قدمتها هذه استقبل السيد علي بنواري مع علي الوزير هذه عريضة لجمع توقعات المطالبة نعم يعني ضغط ضغط سلمي ضغط سلمي على على وزارة الداخلية حتى تفهم أنه هذه العقبة لممارسة حق دفتوري ما يشتخدم لا لا البلاد ولا النظام يعني سيئلي بنواري حتى يعني الرأي الآن الجزائري يكون في الصورة أنتم أو دعتم ملف تأسيس تشكيل السياسي ياريت ياريت لم لم يودع لم يودع بعد لم يودع بعد لسبب بسيط لأن باش تتروح تحط الملف انتاك لازم لك موعد لازم لك موعد هذا يعني هذه إجراءات بيروقراطية خذتها الإدارة لتقليص حقوق المواطن هل استقبلك أي من مسؤولي وزر الداخلية أبدا 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 لقناة الجزائرية وعدة طرق مثل فيسبوك وإنترنت سيد علي بن واري وزر الداخلية وزر الداخلية راح تعتمد يوميا في تشكلات سياسية جديدة وتعطي يعني وصل استلام ملفات وأيضا تعطي مواعيد لعقد مؤتمرات تأسيسية وغيرها حتى حزب طلاع الحريات يعني بعد أيام من الآن سيعقد مؤتمره التأسيسي هناك أيضا حزب صوت الشعب على ما أظن أيضا تحصل على رخصة لعقد المؤتمر التأسيسي لماذا علي بن واري مستهدف مثل ما تقول من تقلق هذا سؤال في محله يعني السؤال متروح ليس متروح يعني لماذا علي بن واري وليس أنا شخصيا يعني ما عندي أنا إنسان متواضع معروف يعني متواضع ما عنديش طموحات شخصية ولا في الحكوم لا بالعكس أنا الشي اللي يظهر لي واضح هو أن البرنامج البرنامج اللي قدمته للشعب الجزائري منذ الرئاسيات ببرنامج راديكالي معنتها برنامج واضح برنامج كامل ويشمل كل القطاعات نعم وربما هذا اللي كان مخوفهم لأنه فيه من يزعج سيالي بن واري من يزعج يزعج اللي متحفظين السلطة الحاكمة اللي فرح فرحانة بروحة لما ربما البرنامج يكشف بعض كشف سوء التسيير وخاصة وبالأخص ما ننتقد فقط ولكن هذا البرنامج مبني على حصيرة سوء التسيير تسيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ولكن جيت بحلول هذا أهم شيء جيت بحلول والربما اللي هو يخوف السلطة هو الحلول اللي جيت بها يعني وهذا معترف يعني البرنامج ما فيه إلا حلول كيف نخرج من الأزمة كيف يعني بعيدا عن الشعارات هذيك نعم ف وما عنديش ما عنديش أوتو سنسور يعني ما ماني شايف ما ننظر ما أنظر إلا لذرورة الخروج من الأزمة وضرورة انتقال جذري تدريجي يعني سلمي ولكن جذري يعني ما فيهش أنا بنسبة لي النظام هذا مثل دار رشع يعني لازم تريب لازم نريبها ندكدقها ونبني دار جديدة هذا هو جوهر البرنامج هل هي الانتقال اللي شفهاها سعلي بن واري للسلطة في الجزائر أنا بنسبة لي المرحلة الانتقالية ممش مرحلة ست شهر ولا ثناشر ولا عام يعني عهدة كاملة عهدة كاملة عهدة كاملة ومن يفوذ دوستور جديد من يفوذ من يفوذ هل هو العسكر هل هو الشعب هل هو الانتخابات لا هو هذا كان كذلك سؤال من يسير المرحلة الانتقالية كذلك سؤال في محل من هي الطرف سعلي بن واري حتى الرأي العام جزائر يكون في الصورة أنت شبهت الجزائر وكأنها مسكن آيل للسقوط نعم نعم أنت طرحت آلية ربما نهدموا المسكن هذك نعودوا ونبنيوا كلش من جديد مع أنتها دوستور جديد حتى الرأي العام يكون في الصورة نعم مع أنتها دور فعال مجلس تأسيسي نعم مجلس تأسيسي ومجلس تأسيسي هذا رايح ينشط منذ أربع أو خمس سنوات يعني المهام نتاعه ما هوش مهام المجلس تشريعي يعني ينتخب يعني ينتخب ينتخب تونس ما بعد الثورة نعم تونس ما بعد الثورة نعم بالضبط ينتخب مجلس تشريعي انتقالي وفي الانتظار مجلس تأسيسي ومن يجير هذه العملية سيد الشعب يعني عن طريق صندوق الاختراع لكن هل تشككون في الإدارة لا هذا هذا سؤال سؤال هذا هذه هي الإشكالية يعني كيف يعني يرحل هذا النظام وندخل في ونجيب نظام جديد هذا موش سهل ولكن أنا عندي أمل كبير وثيقة في الجزائريين وماذا بنا إذا كان خلونا ما كانش ما تكونش فيه ضغوطات من الخارج أطراف لا علاقة بها مع الجزائر يعني أطراف خارجية لكن يخلونا وحدنا نلقوا حل ولكن يلي الأسف شديد أنا من هؤلاء الناس اللي اللي متأكدين بالنظام هذا مؤيد من الخارج نعم سنتحدث هذه النقطة ونقاط أخرى سيئة لبن واري خاصة تتعلق بالمشهد السياسي الراهن وكذا أليت انتقال سلطة ربما في الجزائر يعني السيناريوهات المطروحة في الساحة السياسية لكن قبل ذلك سيد علي بن واري البعض يتساءل ربما عدم تجاوب الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية مع مطلب علي بن واري القاضي بتأسيس تشكيلة سياسية يتعلق ربما بجنسية أخرى يملكها سيد علي بن واري في هذه النقطة بالذات هل علي بن واري يملك جنسية أخرى غير جنسية الجزائرية نعم لكن نوضح لك خليني نوضح لك نقطة خليت من الجنسية السويسرية اللي أخذتها ما عندهش ما عندهش ياسر يعني عندها في سنة الفين لأسباب إدارية ومهنية ولكن لما لما علمت أنه بعكس من الدستور القانون قانون الانتخابات ينص أنه باش تكون مرشح للرئاسيات لازم تكون جنسية واحدة تخليت منها تخليت منها بقي تحامل الجنسية الجزائرية فقط لكن شو اللي صار بعد بعد إقصائي من طرف مجلس الدستوري السلطات السويسرية رجعت لي جواز السفر سويسري نعم لماذا لأنه السبب اللي قدمته للسلطات السويسرية هو أن يعني غير يمكن أن أحمل الجنسية جنسية ثانية من غير الجنسية الجزائرية فلهذا السبب تفضلوا نرجع لكم جواز سفرتاكم الجنسيتاكم خلوها هما قاعدوا في الانتظار يعني ما حبوش ممكن تراجع موقفك فلما أقصيته من طرف مجلس الدستوري فهما قال لك يعني لا لا ما بقاش يعني ما عندك حتى سبب لاسترجاع الجنسية هذه وإذا ترشحت مرة ثانية للانتخابات الرئاسية بلا شك نزيد نرجح لهم جواز سفر تحم يعني حتى نكون نكون متماشي مع القانون الجزائري ولو الدستور مثل ما قلت لك ما ينصش ما يشرطش هو يقول لك الجزائرية لازم تكون حامل جزائر عصليا الجنسية الجزائرية يعني لم تزيد تكون جزائري فقط نعم هذا يعني واضح لكن هذا ما فيش بالنسبة لي ما فيش مشكلة لا تعتبرونه إشكال في الوقت لا أبدا أبدا سيد علي بن واري يعني لو نتحدث الآن ربما عن الحلقة الأهم يقال أن علي بن واري في رحلة البحث عن تموقع الجزائر يعني علي بن واري الآن لا نستطيع أن نصنفه مع تيار مع تنسيقية الأبوال تنسيقية الانتقال الديمقراطي أقول يعني في عدد من تصريحاتك الجانبية تقول أنهم أغلقوا الباب في وجهي كيف ذلك هذا شي غريب يعني أنا مع أنك سيد علي بن واري ربما المستمع إليك أو من يشاهدك الآن يجدك تتقاسم أو تتشاطر نفس الأفكار مع العديد من قيادات المعارضة الآن التي تنشت في الساعة نعم نعم لكن ربما الفرق أو حاجة يعني أنتاز بها هو أني إنسان حر نعم إنسان حر يعني نمشي مع المعارضة إذا كانت المعارضة ماشية بنيتها أنا شاركت في مؤتمر زرالدة نعم يعني وجهت لدعوة رسميا رسميا وشاركت لكن شي اللي شاهدت وبعد هذا المؤتمر يعني يعني الاجتماعات أو اللي كانت قامت بها هذا التنسيقية واسمه يعني ما زادوش عرضوني وحتى هذا التنسيقية بنفسها لأنه كانت تنسيقية خمسة زايد واحد وفيه كذلك قطب التغيير قطب التغيير اللي داخل في الهيئة المتابعة والاستشارة فطلبت دخولي أو انضمامي في لهذه الهيئة و يعني ما زلت نستنع يعني شي غريب يعني مدام طرحت لي سؤال وأنا الشعب أنا دائما نحب أن توجه يعني الحكم للشعب الحكم للشعب يعني أضواء يعني أنا ماذبية نضوي ماذبية كل ما هو ضبابي كل ما هو فالظلمة أنا ماذبية باش نخلي الشعب يفهم ويحكم قال ها هو واش صاري كنت قادر نخليها خليها عندي في قلبي ويعني عندي علاقات حسنة مع الكثير سايلي بنواري مدامك تقول بلي عندك علاقات حسنة مع قيادات المعارضة يعني التقيت بعبد الرزاق مقري ربما بمحسن بالعباس أو غيرهم من قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي يعني هل عطوك إجابة شافية لماذا علي بنواري لا يشارك في الاجتماعات لماذا علي بنواري ليس عضو في تنسيقية الانتقال الديمقراطي لماذا لا توجه الدعوات لعلي بنواري أنا ماذا بي لك أنتات راح تطرح لهم السؤال هذا سيكون ذلك إن شاء الله ما خطر أنا ثاني يعني حاب نعرف الأسباب ولكن هما اليوم عندهم مؤتمر ربما راح ينوصعوا يفهموا باللي مش قصفات بعد المراحلات اللي صرحت بها بعد المراحلات في الصحفة ربما يكونوا يعني يكونوا اليوم يعني زعمت المعارضة سيئلي بنواري وكأنها تعيش حرب زعامة من يقود من هذا ألا تعتبر أنه إقصائك وتهميشك يندرج في إطار ربما حرب استباقية مدام علي بنواري ربما بحكم تكوينه بحكم نظر الجوز السياسي ممكن يشكل بارقة أمل ممكن هو يقود التغيير باسم المعارضة لهذا ربما كإجراء استباقي قاموا بإبعادك إذا كان هذا التفكير صحيح فهو يعني مبني على على يعني غلط لأنه إنسان متواضع اللي يعرفوني يعرفوني متواضع وما عندي ولا طموح في السلطة في وصولي للحكم ما هي منسبة لي إلا وسيلة وسيلة لنشاط سياسي لتعريف شعب ببرنامج والبرنامج هذا يحتوي يعني فيه حلول حلول يعني الشي اللي شفت وهذه منافسة يعني نشاط سياسي ببني على منافسة صح يعني باش الشعب يعرف وين الحقيقة لازم يشوف البرنامج تعالي بن واري وتعفلان وتعفلتان حتى يكون له التكوين السياسي ليخليه يختار أنا جيت بهذا النية يعني ما ما حبيتش ننتقد ولا قال بالعكس قال كيفاش نعاود نبني الدار هذه هذا إذا كان قلقهم ما ما نشفهم على شي قلقهم ولكن مليح تطرح لهم سؤال هذا لأنا أنا ثاني حاب نعرف سيكون ذلك إن شاء الله سيدة علي بن واري يعني سيدة علي بن واري اقترحت ربما بدائل ترى أنه سيناريو التغيير الهادئ هو الأقرب لإخراج الجزائر من عنق زجاجة إن صح التعبير لو نقول السيدة علي بن واري يتحدث عن جزائر جوان 2015 جوان 2015 جات يعني سنة أو 15 شهر بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة يعني ضيعنا 15 شهر أنا حددت يعني قلت لو ضيعنا فرصة 2014 يعني راحين نمشي ل مدى 2019 يعني إلى غاية العهدة هذه الحالية العهدة الرابعة ووش رايح يصير بعد بعد خمس سنين يعني يعني في 2019 يعني كاقتصادي يعني اختصاصي في الاقتصاد وفي العلوم السياسية خذيت البرنامج البرنامج الحكومي وال الآليات والميكانيزمات اللي هي حاليا موجودة يعني آليات تسيير الحالية متهجة مقبل حكومة نعم شفت باللي وش رايح يصير في 2019 أولا خمس ملايين نسمة يعني زيادة يعني زيادة في عدد سكان الجزائر ربما ل أغلبية الناس ما همش شايفين تأثير هذا الجانب هذا الديمغرافي أنا شايف يعني ومش واحدة يعني إذا سئلت الديمغرافيين والإقتصاد يقول لك يعني هذه عندها أهمية كبيرة وش معنة أربع ملايين ولا خمس ملايين نسمة يعني هو كل عام يزيد مليون شخص في الجزائر يعني خمس سنين خمس ملايين هو عدد سكان يعني نمثل عدد سكان نورفيجيا وفنلندا والدنمار يعني عدد كبير باش تعيش نتايا وتخدم وتشغل خمس ملايين نسمة يعني موش شي سهل نعم وزيد زيد لها البروجيكسيون يعني الشي اللي شايف هو تقليص الكميات الفائضة للتصدير تصدير النفط يعني السياسة الحالية اللي مبنية على الدعم دعم الرئي البترولي يعني كله مبنية على البترول حتى الطاقة تعنا مية في المئة من البترول والغاز يعني كل ما هو يعني كل كل الاقتصاد مبني على المحروقات وهذا الدعم هذا ره يزيد في الاستهلاك المواد المحروقات اللي مشتكرة سنواصل يعني بعد خمس سنين ربما ما يصير شفايد وزيد لها انخفاض سعر النفط سنتحدث عن وضع الاقتصادية للجزائر وايضا طريقة اداء حكومة سلال اربعة وما هي السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين في عفاق 2019 لكن بعد الفاصل المشاهدين اينما كنتم فاصل قصير ولا نعود لا تذهبوا بعيدا مشاهدين اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم معنا الى الجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش وكما تبعتم في الجزء الاول سعدنا باستضافة سيد علي بن نواري المرشح السابق لرئاسية 2014 نواصل حديثنا سيد علي بن نواري ربما كنا نتحدث عن الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن انتم وصفتم ربما مستقبل الجزائر وكأن الجزائر تتجه نحو المجهول على اي اساس بينتم ربما هذا الطرح وفق معطيات عملية او ربما وفق عملية استشرافية او وفق تجارب دول اخرى لا نعلم ذلك لا تحاليل تايم بنية على البرنامج البرنامج الحكومة برنامج اللي اعنت عليه السلطات يعني ما ما هما مستمرين في التسيير اللي بدأوا به اللي جاءوا به في تسعة وتسعين التسيير هذا وراء السلبيات نتاعه يعني شفنا كان فشل ما احضرش على الفسد فشل في كل ميدان مشاني قلتها قال رئيس حكومة سابق يعني بعد تقريب ثمانية او عشر سنوات وهو رئيس حكومة صرح باللي قال غلطنا فشلنا في كل مجال وحتى رئيس الحكومة الحالي صرح قبل عشرة ايام انه يعني رايحين الحيط يعني اذا اذا هو يعني الشيء الغريب هو انه معرفنش اذا كان يهضر كرئيس حكومة مسؤول ولا كان معارض ولا كان هذا ولكن هذا يأكد انه كل ال كل الاحتمالات اللي كانت عندي اللي بنيت عليها البرنامج وبنيت عليها ركزت عليها الحملة الانتخابية بدت تتحقق كل ما قلته بدأ يتحقق وهذا عن لسان رئيس الحكومة فهذا البرنامج هذا التسيير الحالي يعني اذا كان شفنا البرولوجمان يعني الديرولي تعوى من 2019 هو اللي راه يهضر ماشينا لنا نهضر يعني مدينا للواد مدينا للواد وهذا لأن يعني الاقتصاد الجزائري ما هوش مبني على قوة انتاجية كله مبني على تبعية للمحروقات وتبعية للخارج يعني ما عندناش تأثير الميكانيزمات وحتى الميكانيزمات والآليات اللي هي موجودة ما تخلناش باش نخرج من المودال هذا بالمودال هذا المودال هذا اللي هو فاشل ومعترفين معترفة بالحكومة والسلطات هذا من مسئولية المعارضة ومن مسئولية كل جزائري انه يحاول يعرف ما سيحدث تبعينا ما نستناش تنطيح في الزردات باش نقوله لازم نعرف لابنوار ان الجزائر ممكن تلجأ للاستيدانة في افاق 2019 ما فيها شك نهار اللي قلت هنا كانت الناس يأي ما تضحك ولا تستعجب ولا يقولوا هذا كاتاستروفي هذا وش بيه هذا يعني بنوار يلي احنا في الجنة وهو يهضر على المجار كانت تقرض ربما الافامية وتنزح ديون دول افريقية الشيلي قلت وقلت مبني بناء على التجربة خدمت في السبعينات وفي الثمانينات جيت في اكتوبر ثمانية وثمانين عايطولي باش نجي نطفي النار هذه لازم نذكرها ما عايطوليش خليت منصب عالي في سويسرا وجيت بطلب من الحكومة أنا ذاك من يتصل لك أنا ذاك سياري بنوار تعرفني أنا صريح يقولوا لي ما تسميش وما تشخص ولكن يعني كيفاش ما نذكرش سياري عبدالعزيز خلاف لا يذكره بالخير هو اللي عايطلي وهو حي قل لي محتاجينك البلاد محتاجتك جيت بيدون شورو وقلوا وين تحبني نخدم نخدم وقال لي تخذ للبنك المركزي يجب أن نعاودون تنظيم البنك المركزي وتكون تيمس أوليها ولكن ما كتبتش طاحت حكومة إبراهيمي أنا ذاك بعد الاستفتال اللي صار في 3 نوفمبر 88 وجات حكومة جديدة واصبحت خبير عند قزلي مرباح سي قزلي مرباح الله يرحمه خدم ثلثة شهر والمطلوب كان المطلوب مننا من الخبارة اللي كانوا يخدموا في هذا المجلس الوطني للمديونية اللي كانت يعني ما عندناش حتى كنا مع لمانش وصرح بها رأي الشادلي في 19 سرطان ما عندنا ما كناش عارفين بقداه مدينين للخارج حتى مبلغ المديونية ما كناش عارفينه ثلثة شهر خدمت بنيتي بجنب خبارات جزائرين آخرين ومثلا من جملة الميكانيزمات اللي قدمت يا لسواب بتاع الذهب لمدة محدودة باش ما ندخلش في سيساسيون بايمان وما ندخلش في إعادة الجدولة حتى نبرمج حتى نلقى برنامج يعني حتى الحكومة تلقى وسائل تجد وسائل يعني اللي يخرج من الأزمة يعني بلاد كانت على حفظ إنهيار عن هذاك فكل مرى نجي نجي باش نطفي النار كي نحس باللي حضوري ضروري نجي بدون شروط في عمري ولا شربت من أي شخص لا من غزالي اللي عينني مستشار ولا حكومة حامرش لما كانت مستشار كنت مستشار لوزير الاقتصاد ولا لما عينت كوزير ولا نهار اللي قالوا لي ما سحقوكش ما قلت لهم شو علاش ما تسحقونيش والله هذي هذا كل ما هذا ضاميري معميري الشخصي فسؤال نتعك ربما بتعدنا عليه ما هو السؤال اللي طرحت لي يعني الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر يعني البعض يتحدث وأنت أيضا يعني بلغة استشرافية تقول أن الجزائر ستنهار في أفاق 2019 نعم يعني ما هي الآليات الكافلة الآن بيد الحكومة أو صنع القرار من أجل تجاوز هذا الوضع هي ثاني كذلك كان التفكير هذا قمت به قبل ما نجي نتقدم للرئاسيات كان تفكير عميق يعني مش شفت وحسب التجربة اللي كانت عندي السبعينات ثمانينات والتسعينات والالتئينات شفت باللي الحل الوحيد هو إعادة نظر في كل تسيير البلاد وإعادة نظر هذه باش نعاود ونبدل ونغير كل شي يعني ندخل في مرحلة جديدة بأساليب وميكانيزمات جديدة وبشراكة الشعب يعني هو المشكل الأساسي يعني إصلاحات سياسية ومؤسساتية هي أرضية البرنامج نعم سيد علي بن واري مدام أنكم تقترحون إعادة النظر في كل آليات والميكانيزمات التسييرية إصلاح مصرفي إصلاح طريبي غيرها من المعطيات الأخرى يعني أنكم تقولوا بلي كل الحكومات المتعاقبة فشلت في بناء اقتصاد نعم نعم ممكن حيكون ضمان للأجيال القادمة بعد ربما نفاذ هذا البيترال يا للأسف شديد ما كانت ولا حكومة منذ الاستقلال اللي كانت قادرة على بناء هذا البلد الشاسع هذا البلد العظيم كلها فشلت وهذا كان بداية تفكيري لماذا نجح الأخرون وفشلنا نحن أولا الشعب الجزائري عنده اختصاصات شعب الجزائري وعر وفي نفس الوقت شعب يعني حنين وشعب يعني مستعد يعني إذا طلبت منه طلبت منه تضحية أو طلبت منه تتقشف يعني هو دايما دايما يكون مستعد هو مستعد لكن الله غالب الله غالب الشعب نتعنا هذا لو كان ما تعطيلوش ما تعطيلوش نظام اللي يناسب اللي يناسب العقلية نتعه لناسب العقلية ما يشرح نجح مثلا حرية المبادرة الشعب انتعنا هذا وهكذا مخطو ما يطلق له لا شيوعية ولا اشتراكية ولا الشعب انتعنا يحب 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 يخدم يحب ينشط بكل حرية يعني النظام اللي محتاجه هو النظام الليبرالي يعني اقتصاد السوق ولكن اقتصاد السوق ليش فشل في البلاد هذه على خطر ما وش مبني على يعني لما تحرر المبادرة هناك دائما سياسة اجتماعية للدولة اذا حررت المبادرة الاقتصادية يعني الاقتصاد وما حررتش الجانب السياسي يعني النشاط السياسي ما تنجحش هذا الليبرالية هذه اللي الناس ما فهموهاش الليبرالية هي اسلوب ما وش اسلوب اقتصادي اسلوب عام يشمل الاقتصاد يشمل السياسة يشمل يشمل الاجتماع يعني داخل يعني لابد الشعب يكون حر يعني حر في مصيره يعني يكون مسؤول على مصيره وهذا اللي خلاني نفكر أنه دخول الشعب في الساحة السياسية وأخذ يعني مصيره ما بين يديه هذا هو الشرط الأساسي إصلاحات سياسية ومؤسساتية سيد دالي بن وري قولا ذلك هذا دخلنا في إصلاحات سياسية إلى آخره ودستور جديد حكومة جديدة ودامشتي إعطاء المجلس الشعبية كل الصلاحيات إلى آخره ومن بعد ما يكفيش هنا يدخل الدور الاقتصادي وتجربتك اقتصادي قال حلساب ما شفت وتجربتاي وعشت في سويسرا وفي فرنسا وفي الجزائر يعني عشت كل النظام الاشتراكي والليبيرالي أن الإصلاحات اللي هي ضرورية اليوم الإصلاحات الإصلاحات الجبائية والنقدية اللي هي عرقلة أكبر عرقلة لتنمية الجزائر بعد السياسة بعد الحكم قضية الحكم إشكالية الحكم هي قضية النقد والجباية يعني عرقلة كبيرة يعني آخرين كثيرا يعني مقارنة حتى الدول الجوار في إيضان المصري في البنكي مثلنا ننشوف ونسمع كأيه الجزائريين بالليام رايحين يخليوا الشركات الجزائرية تستثمر في الخارج يعني يلقاوا يعني يلقاوا الحل ربما سمعوا مني سمعوا بهذا هذا الجانب الإصلاحات الجانب النقدي الإصلاحات قال والله صح لازم نخليوا الشركات الكبيرة تعنا تستثمر في الخارج يعني يخرج رؤوس الأموال من جزائر ولكن هذا خطأ كبير أنا في عمري ولا في عمري ولا اقترحت باش نعطي حرية صرف للشركات الجزائرية اللي بنات الأموال انتحها في ظل النظام اللي ما كانش فيه ديمقراطية يفوت ديمقراطيزي لانفستيسمن الانريشيسمن لازم يكون اعطى لكل جزائري وسائل أو أو امكانيات اللي تخليه يستثمر ويصبح كفلان وفلتان اللي هما مرحلين باش ما نسميهمش يعني كل جزائري عنده حق في الاستثمار عنده حق باش يخرج يخرج روح ويخرج من الأزمة يعني يوري شطرته يوري شحالته يعني لازم نحول كل فكرة اللي عنده فكرة مشروع الدولة تعاونوا باش يصبح مشروع والمشروع يصبح شركة وهذا في إطار تخطيط على مدى عشرين سنة يعني لازم نتخطيط باش نعرف وين رايحين بعد عشرين سنة يعني طموح يلحاق مثلا الدول العشرين أكثر ثارة في العالم مثل ما ماليزيا وتركيا اللي نتشعر فيها ورؤية فيما رؤية هذه وش اللي رايح ندير وميكانيزمات الهاليات التنظيم الجديد وهذا اللي خلني أتطرق إلى الإصراحات النقدية والجبالية بدون عملة قابلة لتحويل لكل جزائري مستهلك أو مستثمر اللي عرق عليهم اللي عرق على سواردو وكسب ما تحددلوش انت يا ويني استثمر ولا يحول ولا ما يحولش حبي يروح يداوي ولا حبي يشاري شركة في الخارج ودخل شركة في الخارج ولا هنا وما قال لك لا نديروها لجراند زنتربريز تعالي هذا خطأ كبير 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 والجبايا أي إنعجازات ستكون لها اللي سامح لشركات جزائرية المنشأ بالاستثمار في الخارج هذا يعني عمليا يعني كيف ستكون هذه الانعكاسة يعني قال مثلا الشركة الفلانية في مجال تحويل الأموال تحويل أموال بدون شروط يعني تحب تستثمر في الخارج ورح تستثمر الأموال تمر يعني على بنك الجزائر سيدة في نتاقة وفي إطار النشاطها النشاطها الموجود في الجزائر قال لي هو في الصناعة الحديد يروح يقدر يستثمر في الحديد في الخارج لكن الجباية خليني نحكي شوي على الجباية باختصار فقط حتى نمر إلى نقاط أخر هذه داخل في الاقتصاد لأن الإصلاحات النقدية ما تنجحش بدون بدون إعادة نظرة في الجباية إعفاء جباية لا بد يكون إعفاء جباية كل بلد في العالم سويسرا ألمانيا فرنسا أمريكا إيطاليا كل تقريب عشر سنوات يديروا إعفاء جباية بش الأموال اللي هي في السوق الموازية تدخل في القطاع الرسمي إحنا ما درناهاش في عمرنا ولا درناها حتى أصبح هذه أصبحت السوق الموازية مارشة باراليل أو السوق السوداء الأموال اللي فيها أصبحت أكبر أضخم من الأموال اللي داخل داخل القنوات الرسمية يعني باعترف السلطات يعني مثل ما قدرها رئيس الحكومة بنفسه ثلاثة وخمسمائة دينار يعني ألفين وواش مليار دينار في البنوك وثلاثة وخمسمائة دينار خارج البنوك يعني في سوق السوداء وهذا الأموال هذي يعني ما هوش أموال يعني النوتر يعني الدور انتحى في عوض ما يكون يوجه توجه هذا الأموال للاستثمار توجه للتجارة لزاكتيفيتة بارازيتار وعندها تكون خطورة كبيرة من جنب الرشوة تضعيف المعنويات والأخلاق الجزائريين الرشوة علاش عامة الرشوة على كل مستويات بسبب هذا الأموال الأموال اللي خارج اللي ما تغرمش وما تغرمش التي تداول خارج الأطر الرسمية يعني نعم سبعة خمسة وسبعين من الموارد نتاع الميزانية نتاعنا جاية من قطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة وسبعين يعني كتلة نقدية هائلة في سوق الموازنة نعم معنتها لو كان غدوة ما نقدرش نصدر النفط والله يعني الأسعار تنزل بكثير أو الإنتاج نتاعنا ينقص أو التقليص الفائض إلى آخيره فما تبقنا إلا خمسة وعشرين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من 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 الإرادات الجبائية كيف ش رايح تدير ما نقدر نخلصه لا معلم ولا يعني مهام الدولة ما تقدرش ولا الجيش ولا قوة الأمن ميزانية التجهيز فقط فلابد ندخل إدخال هذا الأموال بإعفاء جبائي ولكن إعفاء جبائي في ظروف معينة شروط أنا اللي جيت بها يعني طرق جزائرية حلول جزائرية لأننا نعرف الجزائر لا حسب العقلية الجزائرية عقلية الجزائرية موش سويسرية ولا أمريكية قال يا ناس اللي يخدم في الحرام اللي يخدم في الحلال نعطيكم إعفاء جبائي وما نطلبش حتى منكم تخلصوا الغرامة ولكن 30% من الأموال اللي راي تخدم في الحرام حطوها ودعوها في صندوق وطني للتنمية لمدة 10 سنوات بدون بدون فوائد بدون فوائد حتى نكسب أكثر من ألف مليار دينار في الصندوق هذا اللي رايح يمول إنشاء مليون شركة في ظرف خمس سنوات وكل إذا كانت كل شركة توظف ثنين أشخاص مع أنت رايح نقضي على البطالة في ظرف خمس سنوات وفي نفس الوقت نكون قدرة إنتاجية بفضل الاستثمار اللي رايحين يقوموا بهم تقوم بها هذا المليون شركة والشاب الجزائري يصبح صاحب القرار يعني يحكم في مصيره ويصبح ينتج يعني يشارك في الإنشاء قوة قوة إنتاجية وفي تصدير أشياء مواد غير قطاع المحروقات وندخل في استقلالية الاقتصاد الجزائري والخروج من التبعية للمحروقات ونبني اقتصاد مستقل ونقضي في نفس الوقت على الرشوة الرشوة اللي رايح تاكل فينا تاكل فينا كي ديابات اللي يقولي مدل الجونغران أو إذا يعني ناخذ مقارنة أخرى الكانسير اللي نلحق في مرحلة ميتاستاز يعني هذا كله مبني داخل في البرنامج الناس ما شافوهش وحتى قليل ليسألني للأسف وهذا يعني هلث مستويات مبني على ثلث مستويات المستوى الأول هو الأرضية السياسية والمؤسستية المستوى الثاني هي الإصلاحات الجبائية والنقدية والمستوى الثالث الإصلاحات القطاعية القطاعية يعني كل قطاع قطاع إعادة نظر في كل قطاع في العمران في الوربانيزم في الفلاحة في التربية في الثقافة نعم سيد علي بن واري حتى لا نخرج النطاق التجارة والميدان الاقتصادي بالضبط إجراء جديد يمكن أن تلجأ إليه الحكومة وهو مطروح وحتى بعض الدوائر تقول أنه شرعة في تطبيقه ألا وهو تسقيف المواد التي تستوردها الجزائر يعني هناك قائمة أولية أعدتها وزارة التجارة المستوردين كيف ترى هذا الإجراء هل ممكن تطبيقه في الجزائر هذا هذا مشكل آخر يعني منش معتبره حل ولكن معتبره مشكل هما كما تعرف دخلنا في عندنا سوق حرة مع البلدان العربية ودخلنا في في اتفاق مع شاركة مع الاتحاد حتى الجزائر الآن أصبح تطالب بتمديد أجال تطبيقه عمليا في مخفص تمديد بعد تمديد تمديد بعد تمديد وقعنا على هذا الاتفاق في 2002 ودخلت في ميزان فيجور يعني دخلت الفعالية تح في 2005 أعطونا سبع سنين ولا عشر سنين باش نلغي القائمة في هذه قائمة قائمة الأولى قال بعد خمسة أو سبع سنين لازم حقوق الجمارك تلغى القائمة الثانية أعطونا شوية وقائمة الثالثة بحد الأدنى هو 2017 وشفنا روحنا باللي ما ما خرجش علينا هذا المقدرناش سوء التسير أفرع على نجاح هذا الاتفاق كان هناك تسرع إذن من جانب الجزائري يعني هذه مثل خسارة يعني مئة بالمئة واش كسبنا من الاتفاق إغراق سوق الجزائري إغراق سوق الجزائري إغراق و يعني نرهن بالمستقبل حتى يعني المؤسسات الجزائرية غير قادرة على المنافس نعطيك مثل بسيط حتى الشعب يفهم يعني ارتفعت بثمانين بالمئة وبعد نزول هذا سعار النفط أصبحت الواردات ارتفعت بأكثر من أربعمائة في المئة بينما الصادرات بحوالي سفر تقريب سفر يعني من استفاد من هذا من هذا الاتفاقية غربة و ما كان منتظر من هذا الاتفاقية ما هي ما كانت فلسفة الاتفاقية لما تخلنا في الشراكة هذه وجاءت أوروبا قالت رأنا لقينا حل حل لخليكم تنوع الصادرات نتاكم وتحسن تسيير الشركات نتاكم وتحسن حتى تدخلوا في إقرسات السوق وانتوما قويين ومجهزين يعني يعني بقاعدة نقويوا قاعدة هذه الفلسفة الاتفاقية غائبة في الجزائرية وبفضل وتدريجيا نلغيوا حقوق الجمارك تدريجيا ونساعدكم في تحسين الشركات تونس والمغرب وغيرها من البلدان المتوسطة متوسطية دخلوا في هذه المرحلة بدوا يحسنوا النسيج للشركات نتحم استفاد من هذه الأموال التي جاءت من ميدا 1 ميدا 2 إلى آخره أموال وعطيت من طرف أوروبا ك يعني مقابل إلغاء حقوق الجمارك قال نعطيوكم لما عندهم إحنا عندنا إحنا قولوا ما نحتاجوش ما نحتاجوش صورتكم ولكن ما التزمناش ما فرضناش على رواحنا دخول في هذا الميزة نيفو إذن الشركات نتعنا بقات كما هي ضعيفة ما تقدرش ما تحملش المنافسة مع تقدرش تنفس الشركات أو المواد الجنوبية مع أنت رانا السوق إنتعنا يعني صوق كما نقوله بمعنى العامية يعني صوق اللي جاء بازار وهذا راح حطم معظم يعني عدد كبير من الشركات الجزائرية اللي ما قدرتش للمنافسة هذه راحت ضعت سكرت يعني المستقبل إنتعنا رهناه يعني المفروض ما وش نأجل هذا الاتفاق مع أوروبا وفرنسا هي كمؤدوة أوروبية استفدت من هذا يعني المواد اللي استواردها من فرنسا كذلك تأثر على الوضع والموارد اللي جاء من تونس ومن المغرب ومن الأردن كذلك يعني اللي جاء يعني راه في بلاده نعم غير حنا يعني رايح ندخلوا في مرحلة وما تبقى حتى شركة جزائرية منتجة نعم هذا الاتفاق هي المفروض نعاود إعادة نظر وهذه دخلة في السياسة الخارجية تعالى ولكن عيب ما هو عيب هذه الاتفاقيات اللي الجزائر توقع فيها سواء في حقوق الإنسان نعم العيب هو أنه ما فيهش توازن لما تتعامل مع أوروبا موحدة وانت بلد غير موحد لأنه فشلنا في الانتيجراسيون تعنا فشلنا فيها سيداني بن وارد ودخلنا في مفاوضات مع مجموعة موحدة دون بناء اقتصاد قوي يعني دور المجتمع المدني دور المجتمع المدني هو ما وش اللي قوي دايماً القرارات انتحموا الاتفاق انتحموا هو أخذ بعين أخذ المجتمع المدني والمعارضة في القرارات اللي تخذها قرارات كنت شاركية مثلاً يعني الشركات الفرنسية والأوروبية تدخل تعطي رأيها قال لا هذا ما يساعدنيش صلح قال المجتمع المدني مثلاً المجتمع المدني كذلك احنا المجتمع المدني ما يلعبش دوره والأخير نعم سيد علي بن واري يعني لو كنت الآن في مكان رئيس المزراء ورئيس الحكومة سيد عبد الملك سلال أول إجراء ستقوم به في أي مجال في أي ميدان مدام أنه الجزائر يعني مقبلة على سنوات عيجاب أمام هذه الأزمة اقتصادية أول إجراء حالياً يعني وقوف إذا صح التعبير هذه كل الاتفاقية هذه نجمدها تجميد كل الاتفاقية حتى ننظم بيتنا نرطب أمورنا نبني دارنا نصح حساس نتعنا ومن ذيك روح نتجه يعني حتى يكون تكون اتفاقيات اللي نوقع عليها تكون اتفاقيات صادقة عليها الشاب والمنظمات المهنية والمجتمع المدني والمعارضة حتى تكون اتفاقيات مبنية على الصح مبنية على المصالح الجزائرية مش مصالح الخارجية لو تستنجد بك الجزائر مرة أخرى سيدالي بن واري يعني هل ستلبي دعوة دائما 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 أنا في سبيل خدمة بلدنا إلى الممات نعم سيدالي بن واري ربما سؤال أخير فقط أنت ربما تسألت عن متدار رؤساء المؤسسات ودوره في المشهد الاقتصادي ككل أنتم كيف ترون معادلة المال والسياسة في الجزائر خاصة أن وأنكم خدتم تجربة في سويسرا ربما رجال المال هم يكونون دائما في الواجهة في الجزائر معادلة المال والسياسة كيف ترونها خاصة أن البعض يتساءل كيف لرجل الأعمال يصبح ربما يؤثر في صناعة القرارات السياسية وغيرها كيف ترون أنتم هذه المعادلة أنا ذوكي نحاول كيفاش هذا غير سليم هذا الاختلاط ما بين الرجال الأعمال والسياسة ما هوش سليم ما هوش خير البلاد لأنه اختلاط ما هوش طبيعي لكن بعض الديمقراطيات سيد الليب النوار يعني رجال الأعمال يصنعون ربما نجح دولهم من صح التعبير هما نشئوا في ظل السلطة في ظل النظام والمطلوب منهم اليوم يخدموا النظام نعم هما في في اللوجيك تاحهم منفقية تاحهم يعني اليد اللي وكلتك ما تعظهاش هما شي طبيعي طبيعة الحكم أدت إلى إلى طبقة طبقة رجال أعمال اللي تتماشى مع هذا يعني تشبه النظام هذا نعم سيد داريب النواري شكرا جزيلا على رحابة صدرك بلامزيا شكرا إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قضية ونقاش موعدنا بحول الله يتجدد الأسبوع القادم مع ملفين جديد إلى ذلك أطيب المناوبة بقية أوقات ممتعة على شاشة تلفزيون النهر إلى اللقاء